سلام جميعا كيف حالكم معكم يا رحمد ماجستر كيمة من الجامعة الأردنية زي ما بترفل عنده استفسار عن المادة وحط ملاحظة في رابط أكاونت عن استجرام وجود بالدسكريبشن وتقدروا تبعتولي مسجي هناك تانيا اللي حتى وصلكم مشعال لما تنزل بقيت الفيديوهات ما تنسوا تعمل سبسكريبشن وتشغل انتفكيشن للقناة اليوم ان شاء الله بنكمل بشابتر 18 ونحكي عن الانتروبي بالفيديو الماضي تعلمنا انه الانتروبي هي مقياس العشوائية فإذا السيستم تبعي بحب يكون عشوائي معناها delta s is greater than zero أو نحكيه بطريقة تانية إذا السيستم تبعي راح من حالة فيها random لحالة فيها more random عشوائي أقل معناها delta s أكبر من zero بينما لو السيستم تبعي كان بحب الترتيب معناها delta s راح تكون عندي أقل من zero أو إذا السيستم تبعي راح من حالة فيها random لحالة فيها less random أقل معناها delta s is smaller than zero بعدها حكينا عن الانتروبي بالفيديو الماضي بحكي لي انها الانتروبي بالفيديو الماضي بتزيد بشكل تلقائي وحكينا دلتا اس لليونيفيرز بتساوي delta s للسيستم تبعي plus delta s للسرعوندينج أوكي السرعوندينج طبعا أي إشي ما عاد السيستم تبعي هلأ خلانيجي نحكي شو الإفكت للإكزو ثيرميك والإندو ثيرميك بروسسز على delta s السرعوندينج نفترض في عندي هون هادولة two systems طبعا هاي الفلاسك هي السيستم تبعي أو أي إشي ما عادها هو السرعوندينج فبأول كيس أو أول سيستم الهيت قاعدة بتطلع من الفلاسك معناها هاد إكزو ثيرميك هون الهيت قاعدة بتروح على الفلاسك أو على السيستم تبعي معناها هاد إندو ثيرميك طيب هلأ لما الهيت تطلع من السيستم للسرعوندينج شو رح يزير بالسرعوندينج رح يسخن وانت بتعرف الإفكت للتمبرتشر إنه بزيد الموشن بزيد الحركة كل ما زادت الحركة كل ما زادت العشوائية معناها هون دلتا أس للسرعوندينج انتبه هون سرعوندينج is greater than zero بالإندو ثيرميك الهيت رح تروح من السرعوندينج للسيستم معناها السرعوندينج رح يبرد إذا برد معناها عندي less motion أو حركة أقل معناها عشوائية أقل معناها هون دلتا أس is smaller than zero تمام فأنتوا هاي الشغل اربطوها بالتمبرتشر أكيد مرأ معاكم إنه كل ما زادت التمبرتشر كل ما زادت الموشن الحركة فإذا التمبرتشر قاعدة بتروح للسرعوندينج معناها الموشن فيها زادت معناها العشوائية زادت بينما لو سرعوندينج قاعدة بيخسر بالتمبرتشر معناها الموشن رح يتقل بالتالي الراندومنس رح يتقل خلينا نحكي عن الإشي اللي مو موجود بالسلايز إنه دلتا أس لا السيستم مش رح يصير فيها هون رح تكون عندي smaller than zero بينما هون رح تكون greater than zero بالعكس ليش بكل بساطة قبل شو كتبت إنها دلتا أس يوني بتساوي دلتا أس سيستم بلاس دلتا أس سرعوندينج فإذا واحدة منهم زادت معناها التاني رح تقلل لأنه مجموهم لازم يكون بساوي constant هلأ نيجي على خلينا نحكي الكيميكال سيستم كيف بد أعرف هل هاد الكيميكال سيستم أو الكيميكال رياكشن الانترو بفيه رح تزيد أو رح تقل خلينا نفترض في عندي رياكشن A بلاس B تعطيني C رح نيجي نعتمد على number of moles of gases ليش اعتمدت على الغازز لأنه الغازز حركتها كثيرة أوكي بالتالي عشوائيتها أكبر فإذا كان عندي خلينا نحكي هون نحكي هل أخبرنا أقي الم質قة أو كيف؟ برايش نعتمد على نصر precise تعيش من نصر إذا كان لطفر مالكة الكيميكال أشهر James في البعض لطفر المصر هنحكي بالي برودكت أكبر من نمبر فمولز of gases بالرياكتنت معناها دل تأس is greater than zero كمان مرة نروحوا حدوا نمبر فمولز بالي برودكت و نمبر فمولز بالرياكتنت إذا عدد المولز الجازز بالي برودكت أكبر معناها دل تأس is greater than zero كمان مرة ليه لأنه الجازز حركتها عشوائية بالتالي رح تزيد لي الانتروبي بالعكس لو كان في عندي نمبر فمولز دقيقة نمبر فمولز للي برودكت أقل من نمبر فمولز of gases بالرياكتنت معناها دل تأس هتكون smaller than zero أوكي لأنه الجازز اللي مسببت الراندومنس اختفت بالتالي الانتروبي برضو رح أدقل طيب نيجي على آخر كيس لو كان عندي مولز of gases بالي برودكت بتساوي مولز of gases بالرياكتنت أوكي أوعكم بتحكوين هالانتروبي بتساوي zero أوعكم هاي تخطأوهات يعني هاي إذا بسجي جيكم سؤال statement أنا متأكدر حيكون واحد من الابشنز إنها دلتا s equals to zero طبعا هاي خطأ ما بتساوي الزيرو بتساوي رقم قليل أداء قليل ما بنعرف هلأ خلنا ناخد هاد الالإجزامبل بحكيلي predict whether the entropy change is greater or less than zero for each of the following processes طيب freezing freezing يعني دلتا أو خلنا نحكي temperature قلت زي temperature قلت معناها randomness قلت أوكي معناها الانتروبي smaller than zero أوكي طيب نيجي على الكاس الثاني evaporating a peaker of liquid bromine at room temperature يعني إنتو رح تروح من liquid أو نحكي br liquid لبي ار غاز حكينا إذا بروح من liquid لغاز معناها دلتا اس رح تكون greater than zero ليش بكل بساطة أنا قاعدة بعمل أو قاعدة بكون غازز والغازز دائما بتزيدلي من الانتروبي طيب نيجي على C dissolving glucose in water انتو الغلوكوز بدل ما هو السلد قاعدين بتحولوله أو باختصار لليكوز أوكي إنكم حولتوا لليكوز معناها برضو من سلد الى لليكوز الانتروبي رح تزداد greater than zero آخر إشي cooling nitrogen gas from 80 to 20 c أوكي هلا temperature قلت قبل شوي كتبتها معناها ال randomness رح تقل معناها الانتروبي is smaller than zero أوكي نيجي ناخد كمان مثال بحكي لي to predict whether the entropy change of the system in each of the following reactions is positive or negative طيب حكينا بعتمد بال chemical equations أو chemical reactions على moles of gases باجي بعد moles of gases بالreactant نحكي هون moles in the reactant بتساوي عندي هون three moles وبالproduct أكم عندي عندي two moles بما إنه خلينا نحكي product أقل من ال reactants معناها delta s is smaller than zero ليه؟ عدد gaseous molecules L بالتالي ال randomness قلت طيب نيجي على التاني هون نحكي two moles in reactants ما في عندي gaseous reactants أوكي معناها zero وبالproduct في عندي two moles هون رح يكون عندي two moles بما إنه moles product أكبر من ال reactants معناها delta s is greater than zero ليه؟ لأنه في عندي خلينا نحكي gaseous produced بالتالي gaseous مسؤولة عن ال randomness آخر case اللي هي في عندي هون two moles وبالproduct عندي two moles معناها هون equals to each other delta s ما بعض رح عرف قدي هل هي positive هل هي negative ما بقدر أعرف cannot be determined cannot be determined هل هلأ خانج نتعلم كيف نحسب ال entropy ويطلع يعني كنمبرز أوكي طلب ونفتر إنه كان في عندي ال reaction a plus b تعطيني c plus d تمام؟ فال entropy على فكرة هي نفس الفورمولة اللي انثال بي delta s equals طبعا لل reaction equals خاني نحكي delta s لل product minus delta s لل reactance نيج نكتبها بالتفصيل بتساوي لproducts أنا في عندي delta s لل c أو بنحكي s مش delta s أوكي هون s لل c ما أنسى أضرب times المولز تعونها أوكي plus ال entropy ل d وما أنسى أضرب times المول تعونها هيك خلصت ال products minus باجي على reactance في عندي ال entropy ل a وما أنسى المولز تعونها plus ال entropy ل b times المول تعونها كمانش رح ناخد examples وإن شاء الله بصير أوضح طيب لو أجبت أحسب free energy أو الرياكشن أوكي سميناها free أو gives energy تمام نفس الفورمولة g للproduct minus g للرياكتنس تمام فهون رح يكون عندي delta g للرياكشن equals للproducts هي g لc وما أنسى أضرب times مولز plus g ل d أوكي times مولاتها minus free energy ل a times المولز تعونها plus free energy ل b times المولز تعونها تمام فتنتين نفس الفورمولة بس ما إذا بدأ أستخدم أو إذا بدأ أحسب intro b بستخدم s إذا بدأ أحسب delta g أو free energy بستخدم هون g طيب هلا أنا بتوقع عنكم أنتوا عدين مسجل نوتس وراي فرح أمسح شوي لو بدأ أحسب delta g أو free energy of formation فباش بكتب تحتها delta g f يعني free energy of formation خلينا أكتبها هون free energy رح أختصرها هيك of formation نفس القانون ولا فرق إشي إلا وإشي واحد إنه لو كان في عندي free element بالإكواشن تمام؟ معناها جيلة إلو equals تزير خلينا أكتبها بصفحة جديدة delta g of formation equals طبعا حكينا هاي free energy of formation تمام؟ نفس الإشي على نفس الإكواشن كنت كاتبتها قبل شوي summation أو نحكي free energy c times molata plus free energy d times molata minus free energy a times molata plus free energy b times molata أوكي الفرق الوحيد لو كان في عندي free element أوكي طبعا إن it's stable state أوكي إن it's stable state معناها جيلة إلو equals to zero يعني ما رح يعطيكم إياها بالامتحان أنتوا لحالكم لازم تعرفونها equals to zero وبالعادة ما بجيب لكم مش stable states أوكي يعني auto غاز خلص ما في غيرها auto أوكي يعني ما تتحيروا هذا الترك ما رح يجبو لكم إياه بنيجي ناخد هذا الإكزامبل بيحكي لي from the standard entropy values provided calculate the standard entropy changes for the following reactions at 25 Celsius طيب نجعل أول reaction نفس الحل دلتا أس للرياكشن بتساوي دلتا أس برودكت موينس دلتا أس رياكتنس طيب البرودكتس عندي هون equals بالبرودكتس عندي كالسيوم أكسايد اللي هي أس لإلها 213.6 لا سوري أوكي خليها هون هاي للCO2 هيك هيك رح أكتبها بلس في عندي هون 39.8 خلصنا اللي برودكتس دائما نحطوهم between two brackets عشان ما تقربيتوا منس الرياكتنس عندي كالشيوم كاربونات اللي هي 92.9 هاي بدخلوها على الكالكوليتر بيطلع معاكم الانسر 160.5 هاي دلتا أس طيب نجعل الرياكشن الثاني خلينا بس أجيب الداتا تعاونه عندي هون هاي الانتروبي لكل نحكي كل الأشياء الموجودة عندي للن اتش 3 انتو و اتش 2 طيب هون برودكت اللي هم ان اتش 3 فعندي 193 تايمز 2 لأنه عندي 2 موليكلز أو نحكي 2 مولز منس خلصنا الرياكتس سوري خلصنا الرياكتس باجعل الرياكتنس لانتو 192 تايمز مولز ها هم وان فما في داعي أكتبها بلس الاتش 2 عندي 2 مولز سوري 3 مولز منها تايمز 131 اوكي بتدخلوها على الكالكوليتر بيطلع معاكم الانسر بس انتبهوا هون ما تعودوا الاتش 0 والنيتوجين 0 اوكي اوعكم هاي الغلطة تعملوها ليه؟ انها حكينا بعود 0 لما يكون طالب مني دلتا او نحكي free energy of formation اوكي دلتا جي اعفة كمان مرة اوعكم اتعودوا مكان الاتش 2 والانتو زيرو وانتو قاعدين بتحسبوا انتروبي حكينا ما بعود مكانهم 0 غير لما يكون طالب مني free energy of formation اوكي نيجي على اخر example طيب عندي هون الانتروبي HCL CL2 H2 باجي بطبق هون دلتا الس product اللي هما HCL اللي هي 186 times 2 minus باجي على reactants H2 اللي هي 131 اوكي times 1 طبعا فما بكتبها plus CL2 هي 223 دخلوهم بطلع معاكم الانسر على الكالكوليتر ناخد هون example تاني بحكي لي calculate the standard free energy changes for the following reactions at 25 Celsius اوكي اول example CH4 plus 2 O2 بيعطين CO2 plus 2 H2O اوكي هلا باجي بحكي delta G equals G للproduct طبعا summation minus summation G للreactants equals هون لأول reaction عندي الproducts CO2 اللي هي minus 394 plus لما يكون عندكم الproducts اكتر من product حطوهم between brackets نفس الاشي reactants لما يكون عندكم اكتر من reactants برضو حطوهم between brackets عشان ما تخربتو plus هلا ال H2O في عندي منها 2 moles times negative 237.2 plus هلا هون CH4 اللي هي negative 50.8 plus zero هون تقدر تعوضوا مكان free element zero ليش انا هاي free energy اوكي قبل شوي كان عندي entropy فهناك ما قدرت اعوض zero هون لا لازم اعوض zero فبيطلع معي final answer لما ادخلوه على الكالكوليتر negative 818 تمام طيب نيجي على اللي بعده خلينا نجيب ال data تعونهم فعاليا اح بس محتاجين اللي هي free energy للمجي او لانه هو الكمباوند الوحيد الموجود عندي فهون دلتاجي equals 2 times negative 569 اتوقع عنها point 9 تمام دخلوها بيطلع معكم الانسر direct على الكالكوليتر او دقيقة رح تطلع عندي positive مش رح تطلع عندي negative ليه لانه خلينا نكتب ال products اوكي نكتبها زي ما احنا متعودين delta g equals ال products هما 0 plus 0 تمام minus ال reactance اللي هي 2 times negative 569.9 تمام فمن هيك رح يصير عندكم positive انتبهوا له هاي step لانه هاي برضو من التركس اللي بجوولكم اياها بالامتحانات انكم انتو بتكون فكرين حالكم حالين صح بس فعليا بتكونوا ناسين اشارة واحدة طيب هيك بكون خلصنا فيديو اليوم ان شاء الله الفيديو الجاي بنخلص جميع chapter 18 ان شاء الله تكونوا استبدتوا اي ملاحظ اي فيدباك اتركوا لي كومت او بعتولي على انستجرام ويعطيكم العافية لكم لكم